في مؤتمر صحفي أعلن فريد زهران المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة تفاصيل حملته الانتخابية أنا سعيد أن أنا موجود في اللحظة دي شايف أجيال مختلفة شايف ألوان طيف سياسي مختلف شايف أن أنا مش مرشح فردي أنا مش مرشح عن فريد زهران أنا مرشح عن الجمعة هذا أنا مرشح عن مش بس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومش بس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل ومش بس دوائر كتير في الحركة المدينة بتدعم ترشحي أنا مرشح بطمح وبحاول أكون مرشح البديل المدني الديمقراطي بحاول أكون بقدم رؤية مختلفة زهران وخلال المؤتمر الصحفي قال إنه يقدم نفسه في الانتخابات القادمة كمرشح مدني ديمقراطي ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأنصار الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان فريد زهران قد حصل على التزكية المطلوبة من نواب البرلمان للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 كما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% هذا وقد تأسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في العام 2011